موسيقى رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة لملس يناقش وضع العملية التعليمية بعدا ويوجه بصرف راتب شهرين للمعلمين المتعاقدين موسيقى محافظ حضرموت يؤكد همية تطوير مناهج التعليم بمركز المكلة للتوحد موسيقى من عنوين هذه الاخبار لتفاصيلها حياكم الله بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة للأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية ذلك بمناسبة فوزه بولاية رئيسية جديدة وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني لرئيس قيس سعيد راجيا له وافر الصحة والسعادة ولحكومة الجمهورية التونسية وشعبها التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنمى بعث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تابي أتيسكي سلاسي الناء فيها بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وعضاء المجلس والحكومة عن خالص تهانيه لرئيس سلاسي بانتخابه رئيسا لبلاده وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة التوفيق والسداد في مهامه الجديدة وللشعب الاثيوبي الصديق كل تقدم ورخاء ناقش وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس مع مديرة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة دكتور نوال جواد ورؤساء الشعب ومديري إدارات مكاتب التربية والتعليم في المديريات وضع العملية التعليمية بالمحافظة وناقش الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع التعليمي وفي مقدمتها نقص الكادر التعليمي وتأخر صرف المرتبات وضعف البنية التحتية للمدارس ووجه وزير الدولة بصرف راتب شهرين لبتعاقدية التربية والتعليم بالمحافظة مؤكدا واصلت السلطة المحلية بالمحافظة جهودها مع الحكومة لشأن حل قضايا المعلمين وتسوية أوضاعهم وفق النظام والقانون اطلع محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي اليوم بالمكلة على برنامج التأهيل والتطوير لمركز المكلة للتوحد واستمع المحافظ من مدير المركز علوية مسجدي إلى خطة التدريب وإعداد التصورات بالمنهج التعليمي ومشروع تنمية قدرات معلمات المركز وجهود تعزيز جودة التعليم لمعلمي الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم وتقليل نسبة التسرب المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتطوير مناهج تعليمية مختصة وأسليب تدريس حديثة هذا وأكد المحافظ اهتماما السلطة المحلية بالمركز وبشريحة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية واستيعابهم بما يعود بالنفع على مستقبلهم وأسرهم هنأ محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي أندية المكلة واتحاد حضر موت ووحدة المكلة وسيؤون بمناسبة تأخل فرقها الرياضية بلعبة كلة القدم إلى تجمعات المحافظات برسم التأخل للدرجة الثانية وأعرب المحافظ خلال لقائه بحضور وكيل المحافظة لشؤون شباب فهم عوض باباوي رئيس نادي المكلة الرياضي أنور عوض الجعيدي عن التهاني لإدارة نادي المكلة وجماهيره بمناسبة عودة نادي العريق لمنصات المنافسات الكروية وأهمها المنافسة على بطاقة التأخل للدرجة الثالثة ونهاء بطولة كأس حضر موت الثامنة موشيدا بجهود إدارة النادي في عادة الوهج للأخضر المكلوي كما أثنى على جهود إدارة أندية الاتحاد وسيؤون ووحدة المكلة وجماهيرها راجيا لهم التوفيق في التأخل لمصاف أندية الدرجة الثانية ناقش محافظ المهر محمد علي ياسر مع وفد جمعية النجاة الخيرية الكويتية برئاسة الدكتور جمال العدواني ومؤسسة آياد الخير للتنمية الشريك المنفذ في اليمن الاحتياجات الإنسانية في المحافظة استعرض لقاء الخدمات التي تستهدفها الجمعية حيث وجه محافظ المهر به تقديم التسهيلات اللازمة وثمنا دور دولة الكويت الشقيقة ودعمها الأخوي لبلادنا من جهته استعرض رئيس الوفد أهداف الجمعية التي تعمل فيها بشيرا إلى أن المهر سيكون لها نصيب من مشاريع الجمعية من خلال هذا النزول والوقوف على الاحتياجات والمطالب بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدينيات الوادي والصحراء عامر العامري أوجه تدخلات الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو في عدد من مدن وادي حضرموت واستعرض لقاء توجهات الاتحاد والمنظمة للتدخلات القادمة سواء باستكمال المشاريع الجاري العمل فيها أو اعتماد مشاريع جديدة تساند خطط السلطة المحلية كما تناول لقاء توجهات بعثة الاتحاد الأوروبي لتحديد حجم التمويل المتناسب مع الاحتياجات ذات الأولوية وأعرب العامري عن سعادته باللقاء الذي سيعزز أوجه الشراكة العملية بين السلطة المحلية والاتحاد الأوروبي من خلال مصفوفة المشاريع ذات الأولوية التي تشمل القطاعات الخدمية والتنموية كافة زار المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي أسر أول شهداء تحرير العاصمة الموقعة عدن شهيد البطل علي الصمدي وشهيد البطل محمد أمزربة حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المؤسسة الاقتصادية على متابعة أوضاع أسر الشهداء وتقدير تضحياتهم الجسيمة وأكد السعيدي أن القيادة السياسية تولي أسر الشهداء تولي أسر الشهداء اهتماما بالغا وتسعى لتقديم الرعاية الكاملة لهم كأقل واجب وتقدير للتضحيات التي قدمها أبنوها دفاعا عن تراب الوطن وأكد أن الشهدين كتباب دمائهما تاريخا جديدا لعدن وكانا من أوائل من أطلق شرارة المقاومة والتحرير ضد ميليشي الحوثي التي اجتاحت العاصمة الموقعة عدن عام 2015 للبلاد مشيرا إلى أن بطولتهما ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال القادمة توجى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلة الرياضي بطلا لتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة بساحل حضر موت المؤهلة لنهائية بطولة الأدية أبطال المحافظات على طريق الصعودي للدرجة الثالثة للموسم المقبل وأحرز الأخضر المكلوي بطاقة التاهل الأولى للنهائيات بجدارة واستحقاق بعد بشوار ناجح خلال مرحلتين التصفيات كان آخرها تغلبه على نظيره نصر بروم بأربعة أهداف مقابل الهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في ختام مباريات الدورة الثانية لتصفيات أندية الساحل وسيمثل المكلة والوحدة أندية الساحل في نهايات بطولة الأندية أبطال المحافظات للصعود للدرجة الثانية طبعاً نحن استعداداتنا كانت للدور من بدري وهذه أجنين أثمارها اليوم وإن شاء الله نبعد شبابنا والعابينا والمحافظة نحن نكون عنس ضنهم الشباب اللعابين قدموا مستوى طيب في كل المباريات والحمد لله أشكرون عليه جماهيرنا كانت وفيه ودائما كانت سند لنا نتمنى إن شاء الله أن نحن نواصل نجاحاتنا في التصفيات القادمة وتصفيات درية الأبطال المحافظات سحبت بقاعة نادي متطوعون بالمكلة قرعة بطولة كرة القدم للدوائر والمؤسسات الحكومية بنسختها الثالثة التي تقام برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف صالح البكري ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد الرياضة للجميع وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق المشاركة إلى أربع مجموعات بنظام النقاط يتاهل من كل مجموعة صاحب المركز الأول والثاني مباشرة للأدوار الإقصائية وحدد موعد انطلاقة البطولة في الخامس والعشرين من أكتوبر في هذا الشهر إلى أحوال الطقس حيث تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوى إلى غائمة جزئيا ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة رطبة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا وفي أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوى مع رياح معتدلة سرعة ودرجات الحرارة حار نهارا مائلة للبرودة ليلا لما يشهد والي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوى مع رياح معتدلة سرعة تنشط خلال فترات من الظاهرة ودرجات الحرارة حار نهارا إلى معتدلة جافة ليلا الآن مشاهدنا إلى أحوال الطقس وتبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختام هذه الأخبار تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوي رئيس مجلس القيادة يهني الرئيس التونسي بمناسبة فوزه بولاية رياسية جديدة لملس يناقش وضع العملية التعليمية بعدا ويوجد بصرف راتب شهرين للمعلمين المتعاقدين ومحافظ حضرموت يؤكد أهمية تطوير مناهج التعليم بمركز المكلة للتوحد لمتابعة مزيد من نشرتنا الإخبارية ويوجد زيارات حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون حضرموت شكرا لكم ومتوفر حد لله يوريان